فيدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 14 من الدرس الأول الأعداد الصحيحة الملايين والملايير قراءة كتابة مقارنة وترتيب المليون و المليار لكتور إكريتور كمباريزان و رانجمان لنفهم و نطبق رأى أحمد في منامه أنه ورث مبلغا كبيرا من المال إذن شف المنام أنه ربح وحد المبلغ كبير ديال الفلوس ترى لو تحقق هذا الحلم فهل يستطيع أحمد شراء ضيعة كبير ثمنها المبلغ هذا ديرهم و أجل يحلم ألف لنساعد أحمد على كتابة المبلغين بكيف يتسهل قراءتهما مبلغ الإرث ثمن الضيعة إذن الثمن الضيعة هو هذا هو هذا العدد هذا هو هذا المبلغ و مبلغ الإرث المبلغ اللي ورث هو هذا فباش نسهلوا القراءة ديال العددين فقد نبدأه من الوحدات و نحسبه ثلاثة هذه الأرقام ستة أربعة سبعة هذه الأرقام سوف يجب فصل الوحدات البسيطة فصل الوحدات ثم نخليه واحد الفراغ و نجعه ثاني واحد جوش ثلاثة خمسة وتسعون ستة ثم واحد جوش ثلاثة ثلاثة وعشرون سفر ثم واحد إذن هذا هو المبلغ اللي شاف في المنام أنه وريثة ثم نضيعة من نفس الطريقة نحسبه واحد جوش ثلاثة واحد جوش ثلاثة واحد جوش ثلاثة للوحدات البسيطة ستة وخمسون سفر ثم سبعة وثمانون خمسة تسعة 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 لنقاري المبلغين لنستنتج مبلغ الإرد سنقرأوا هذا العدد نلاحظوا كيف نقرأوا لدينا الوحدات البسيطة فصل الألاف فصل الملايين فصل الملاير إذن هذا العدد هو مليار وثلاثة وعشرون مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون هكذا نقرأوا هذا العدد ثم العدد الثاني بنفس الطريقة فصل الوحدة البسيطة فصل الألاف فصل الملايين تسعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفا وستة وخمسا لكن كيفاش نقرنوا المبلغين فلمقارنة الأعداد الكبيرة نقرنوا أولا عدد الأرقام عندنا مليار وثلاثة وعشرين مليون وستمائة وخمسة وتسعين ألف وسبعمائة وستة وأربعين نقرنوها معا تسعمائة وتسعود وتسعين مليون خمسمائة وسبعة وثمانين ألف وستة وخمسين قلناك نقرنوا أولا عدد الأرقام نحسبه 36 سعود 36 سعود عشرة هذا اللي عنده أكبر عدد الأرقام هو الكبير واللي عنده أقل عدد الأرقام هو الصغير ولكن من اللي يكون عندنا عددين عندهم نفس العدد الأرقام هنا نقرنوا رقم برقم بدأ من اليسار من هنا رقم برقم نشوفوا أكبر هذين العددين لنستنتج دمي مبلغ الإرد أكبر من ثمن الضيعة المبلغ اللي حلم أنه ورتوب أكبر من ثمن ديل الضيعة فبتلي باستطاعته شراء هذه الضيعة لو تحقق الحلم إذن لو تحقق تحقق الحلم لتحقق له الحلم فباستطاعته فباستطاعته شراء الضيعة إذن لو تحقق له الحلم يمكن له يشريها الضيعة نمر إلى الحصة الثانية أطبقه أعيد كتابة الأعداد التالية بطريقة تسهل قراءتها بعد حذف الأصفار الزائدة الأصفار الزائدة هذا صفر زائد وهذا صفر زائد ثم هذه نكتبه العدد ونخليه واحد الفرق ما بين فصل وآخر أربعة ملايين وستمائة ألف وأربعمائة وثمانون ثم هذا العدد ما فيه شيء صفر زائد ستون ثم تلاتة وعشرون خمسون خمسون مليون وثلاتة وعشرون ألفا وستون ثم واحد جوش ثلاثة نخليه واحد الفرق ثم ثم نحيطه هذه الأصفار فهي زائدة ونقرأ تسعمائة وتمانية وعشرون ألف وتسعمائتين ثم هذه الأصفار فكلها زائدة هذه نكتبه العدد بحيث نخليه فرق ما بين فصل وآخر أربعة سفر ثم سبعة فسبعة ملايين وأربعة ألاف وثلاثة فهذا الأصفر ممكننا نحيطه ونتandel corruption سبعة ملايين وأربعة والاف وثلاثة أما إلا حيطنا هذا الأصفر لنقرأ سبعمائة أربعة أو لسبعمائة وتلاتة واربعين كذلك إلا حيطنا هذا الأصفر فغ��يم العدد هو تسعة ألاف ومائتان وتسعة وثمانون وكي إذن فالأصفر الزائدة هي هذه اللحين ثانيا أفكك كما في المثال ستة ملايين وخمسمائة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة فنفكها كما هكا ستة ملايين زائد خمسمائة ألف زائد سبعون ألف زائد ثمانمائة زائد خمسة أربعمائة وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وستون نكتبه ربعمائة ألف ربعمائة ألف زائد ثمانين ألف زائد ثمانين ألف زائد ألف زائد سبعمائة زائد ستين ثم اثنى عشرة مليون وستة وتسعون ألفا وأربعة وستون ندير عشرة ديال الملايين عشرة ملايين نكتبه واحد ونضيفه مرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديال الأصفر ثم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة زائد جوج ديال مليون جوج ونكتبه مرة ستة ديال الأصفر زائد تسعون ألفا زائد ستة ألاف زائد ستون زائد أربعة ثم اثنى عشرة مليون وستة وتسعون ألفا وأربعة وستون وثبت تعلماتي إذن باش نقرن هدين العددين فهذا العدد كتكون من تسعة أرقام وهذا عشرة ديال الأرقام إذا لاحظوا باش نقرن العددين فأول حاجة كنقرن عدد الأرقام اللي عنده أكبر عدد الأرقام والأكبر إذن هذا عنده عشرة وهذا عنده تسعود فبتالي هذا هو اللي كبير أما باش نقرن عدد فأول حاجة كنكتبوه بطريقة كتسهل القراءة دياله بحيث فصل الوحدة البسيطة ببحده فصل الالاف ببحده وفصل الملايين ببحده وفصل الملايين ببحده وفصل الملايين كذلك ببحده أما هذا العدد قد نقرأ كذلك في الطريقة نقرأ العدد عادي تسعمائة وتمانية وتمانية وتسعون مليون وثلاثة ومائة وخمسة وسبعون ألف واثنين واربعون المعجم فصل الملايين لكلس دي مليون فصل الملايين لكلس دي مليار التفكيك لديكمبوسيشيون المقارنة لكمباريزون الترتيب وبهذا ننهي تمانين الصفحة 14 نلتقي في الصفحة 15 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي هي ظاهرة أمامكم في البليلس سوف نرجع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء